مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي تشهدها مصر باستحقاق الانتخابات الرئاسية الفين واربعة وعشرين والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث وتكتسب الانتخابات أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شامل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية هذا المسار الجاد قد تجلى في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شامل أربعة مرشحين منهم المستقل ومنهم المعارض ومنهم اثنان من الليبراليين ووفق الدستور والقوانين المصرية فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية وذلك بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتنصيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج وكان مشهد لجان التصويت بالخاري خلال الأيام الثلاثة مشرفاً ويليق بهذا الاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد وهو ما ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائجه التفصيلية من نسب للمشاركة وتصويت لكل من المرشحين الأربعة مع إعلانها النتائج النهائية للدور الأول في الانتخابات وذلك بعد انتهاء التصويت بداخل البلاد